السيدة أمريكية تعتبر هي أقوى ست ربنا خلقها في العالم لدرجة إنها كانت بتلوي القطبان الفلاز وتقطع السلاسل الحديد كأنها بتقطع هريسة بإيديها وبتشيل أربع رجالة بإيد وحدة مين هي كاتي ساندوينا؟ وإزاي أصبحت أقوى ست في العالم؟ هتعرفوا من خلال الفيديو ده اتولدت كاتي ساندوينا باسم كاترينا برومباخ في سنة 1884 وكانت ست نمساوية أمريكية قوية في السيرك وكانت واحدة من بين 15 أخ لفليب وجوانا برومباخ تعتبر كاتي ساندوينا واحدة من أقوى النساء في التاريخ وهنا بنقصد القوة الجسدية اللي ورستها من براعة والديها الجسدية واللي كانت بتعمل بيها عروضها في السيرك وهي بتشيل أربع رجالة بإيديها كيتي كانت شغالة وعيشة في السيرك مع أشققها الأربعة عشر وخلال عرض من العروض قبلت كيتي زوجها ماكس هيمن اللي كان عمره 42 سنة علشان يتجوزوا هما الاثنين ويقدموا مع بعض دويته وفقرة شهيرة بتقوم فيها كيتي برفع زوجها اللي كان بيبلغ وزنه 165 رطل يعني حوالي 75 كيلو على رأسها بدراع واحد بس ونقلوا يمين وشمال في خفة كأنه ريشة في الهواء أو عروسة قماش بتلعب بيها وفي سنة 1902 فازت كيتي ساندوينا على يوجين ساندو في مسابقة رفع الأسقال في مدينة نيويورك ورفعت كيتي وزن قدره 300 رطل مقدرش وقتها يوجين ساندو إنه يرفعه إلا على صدره وعلشان تعرفوا مين هو يوجين ساندو وإزاي كان قوي فكفية إن أقولكم إنه هو الأب المؤسس لرياضة كمال الأجسام بتقول الصحفية مارجريت مارتن عن عروض سيرك كيتي ساندوينا في اللحظة دي كانت كاترين بتشيل زوجها بكل بساطة بلا مبالاة وهي بتتحكي والترمي في الهواء الفوق وتمسكه تاني قبل ما يسقط على الأرض وكأنه مش لحم وعضم بالرغم من إنه وزنه ما كانش قليل وجنب عملها كانت كيتي بتقوم بأعمالها في المنزل وأن جابت من زوجها ولدين هما سيودور ساندوينا المولود في مدينة سيوك سيبولايت إيوة وكان بطل الملكمين في الوزن التقيل في عشرينيات القرن الماضي وألفرد ساندوينا اللي كان ممثل كانت مواهب كيتي ساندوينا كتيرة زي تاني ولوي القطبان الفلازية ومقومة صحب أربع خيول وكان رقمها القياسي هو رفع 296 رطل حوالي 129 كيلو لحد ما كسرت كيرين مارشيل الرقم سنة 1987 في آخر أيامها بطلت كيتي تقدم فقرتها في الزرك وافتتحت مع زوجها بارو مطعم مشاوي في كوينز بنيويورك واستغلوا اسمها في الدعاية للمطعم مطعم أقوى إمرأة في العالم وفي بعض الأوقات كانت بتقدم العروض الخاصة بيها لرواد المطعم لجذب الزباين فكانت بتقف وسط المطعم قدام الناس اللي بتاكل وتجيب السلاسل الحديد وتكسرها وتتني القطبان الحديدية وتشيل زوجها زي الريشة وترميه في الهوى الفوق وترجع تمسكه تاني لكن آخر أيامها ضعفت قوتها بعد إصابتها بالسرطان ورحلت كيتي في 21 يناير 1952 بمرض السرطان وهي عندها 67 عام ورحل ابنها ألفريد برضو بسرطان الرئة في استراليا سنة 1983 وهو عنده 64 سنة وفي الختام لو حد يعرف ستة أقوى من كيتي ساندوينا وعندها قدرات خارقة زي كده ياريت اكتب لنا اسمها ومعلومات عنها في التعليقات ترجمة نانسي قنقر